تقر ليليا ابنة مدينة أودسا أنها ليست صهباء بالأساس بل صبغت شعرها باللون الأحمر لتضيف مزيداً من الألوان الزاهية إلى حياتها أصبح أكثر لمعاناً ولفتاً للأنظار يمنحني شعوراً بالبهجة والطاقة الإيجابية الأحمر أكثر من مجرد لون الشعر بل هو مزاج سعيد وحالة ذهنية عالية هذا هو شعار مهرجان أودسا نقيم هذا المهرجان لتحسين الحالة النفسية للناس لأنهم مستؤون جداً عندما أقمنا هذا المهرجان لأول مرة في عام 2016 كان قصدنا الترويح عن النفوس لأننا كنا نخوض حرباً وعانينا جميعاً بكت الناس كثيراً يومها لكن وللأسف لم تنتهي الحرب والآن لدينا جائحة أرهقت الجميع ولهذا يسعى مهرجاننا لنشر الفرح وبث الطاقة الإيجابية معظم المشاركين حمر الشعر منذ الولادة يقولون أنهم عانوا في الطفولة بسبب لونهم لكنهم الآن فخورون بتمييزهم أجد أحمر الشعر وخالتي صهباء وأختي أيضاً نحن أسعد الناس في العالم والشمس والعالم كله يحبنا في الماضي كانت تهمة وعيباً لكن الأمر اختلف الآن يقول هؤلاء السعداء المميزون أن اللون الأحمر أكثر من مجرد لون الشعر بل هو لون مدينتهم الحبيبة الأمر لا يخص حمر الشعر وحسب بل يتعلق بأودسا كلها لأننا مع الوقت صبغنا المدينة بلوننا مدن قليلة لها لون خاص وأودسا هي المدينة الحمراء مسير المهرجان الأصهب انتهى بعرض مسرحي وحفل موسيقي صاخب يامن خضور أودسا يو اي تي في